السلام عليكم سوف نستكمل الكلام في موضوع الكونيلون بالنسبة للكونيلون نتبق تكلمنا عن التدرقشن عام عن مكانيزم باكشن وعن هنا ليش شيء سنتيتك وإيش وقدتنا موضوع السنتيتك عندها وأهمية تأثيرها كدواء المستعمل في الـ UTI الكلام سوف يكون عن السير الخاصة بالكونيلون والمجموعات الممكن نضيفة والتعديلات المهمة في الـ Structure Activity Relationship سوف نبدأ فيهم على شكل بوزيشنات كل واحد من الـ Position له الأشياء اللي نعدل عليها أول شيء من هذه السلايد الأولى هي overview للموضوع فيها كل الأشياء اللي نحن 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 لاحقا عاملة زي السمري لكل شيء لديك مهم هذا مثلا نفهم من البداية عشان نستطيع أن نمشي بشكل أسهل ونراجع المعلومات في النهاية نبدأ أول شيء في Position Number 1 Position Number 1 عند الـ Nitrogen الموجودة هون الـ Nitrogen الموجودة هون هي Position Number 1 وممكن نسمع عليها إضافات ممكن نحصل عليها Addition هاي الـ Addition اللي إذا صار عليها إذا كانت مجموعة كبيرة رح تأدي إلى إنه Activity الخاصة فيها رح تكون أقل فإنها إذا عملنا Cyclo إذا كان عندنا Addition كبيرة كثير يعني كان في عندنا الـ قانتها ثم زيادة قانتها محيك في عندنا أمور تانية أمور تانية ممكن نضيفة على position Number 1 قانتها إلى زيادة في التأثير منها اللي هي Cyclo Cyclo أو او الـ Small Alkyl Group وحتى الـ Small ممكن تعملنا Broaden Spectrum واحدة من اشهر اضافات حكينا اللي هي Cyclo Propel اللي موجود في المركبات رح نحكينا كمان شوي في عدة اضافات تاني ممكن تحصل على الـ Position Number 1 رح نحكيانهم في هاي الموضوع التصديد اللي بعدها يعني Position Number 2 و Position Number 3 ممنوع لاضافة تحصل عليهم سبب ان Position Number 2 و Position Number 3 هم مهمات في العمل انه المركب نفسه يرتبط مع المركب نفسه يرتبط مع البكتيريا من خلال الـ By-By-Bond حكينا عنها انه هميه 2 Cyclic Ring عشان يرتبطه بهذا الـ Position مع الـ Enzyme فهاي الـ Position مهم عشان انك مش لازم يحصل عليه اي تعديل لانه مهم في عملية الـ Interfere مع الـ Enzyme فبصير في عنا اي اضافة على الـ C2 غير مسموحة Carbon Number 3 ممنوع كمان في عنا شغلة تاني بين Carbon Number 2 و 3 اذا صارت Single Bond كمان راح يبطل Active لانه بصير في عنا مشكلة في الـ Planety of the Shape بصير في عنا مشكلة في انه هل هو راح يركب على مكانه المناسب هون ولا لا Position Number 3 عليها مجموعة الـ Acid الموجودة هون هذا الـ Acid كمان ممنوع تغييره مع انه راح يسبب Side effect اللي هي Collating with Metal سبب انه هو مسؤول عن عمل Hydrogen Bond يعني التأثير بهذا المكان هيك اللي هي Position Number 3 و 4 على هذه المجموعة ممنوع انها مهمة للـ Activity على الرغم انها ممكن تعمل Side effect طبعا اسرح احكيانها بشكل اساسي ومور اكثر تفصيل طبعا هاي هي بتعمل هي الباينيج لـ DNA Guarage Enzyme System بالنسبة لـ Position Number 5 فيه كثير تعديلات ممكن تحصل عليه الـ Addition of Position Number 5 مهمة عشان نقضي او نخفف تأثير الـ Phototoxicity اللي راح يحصل لما نضيف Floor على Position Number 6 في Floor Aquinilon فمعناها اهمية Position Number 5 اللي هي اضافة NH2 بهذا الـ Position في بعض المركبات راح يتقلل تأثير الـ Phototoxicity الناجم عن وجود Floor في Position Number 6 معناها Position Number 5 راح يؤثر على شيء معين يقدر تبط في Position Number 6 اهميتها انه راح نربط عندها مجموعة مجموعة الفلور اللي بتخلي عنا في مركبات Floor Aquinilon اهميتها انه راح تزيد الـ هذا الشيء بيخليه يقدر يدخل على الخاص بشكل اكبر زائد انه بتم امتصاص المراكبات بشكل اكبر زائد انه كمان الموجود في سيخليها اعلى فعشانك هذا المركب كثير مفيد بان انه اضافة الفلور مشكلة اساسية باضافة الفلور انه بصير في عنا Phototoxicity ناجمة عن تحول Radical موجودات بهاي البوزيشن وبهاي البوزيشن طبعا احنا ممكن نخفف عنها من خلال حكينا اضافة NH2 على Position Number 5 بالنسبة ل Position Number 7 حكينا بشكل اساسي هي اضافة البيبريزين رينج اهميتها انه بصير في عنا زويتر ايون ناجم عن الان اتش اللي كانت هون اللي داخل الجسم صارت اني بلس زائد انه سي دبل بوند او او اتش اللي كانت هون جوه الجسم بتصير او مينس الزويتر ايون النتج عن هذا الشيء بيخلي في عنا activity او penetration للground negative الموجود بشكل اساسي في UT infection بشكل اعلى فبتزيد تأثيرها في حالة UTI اه في عنا مشاكل رح تحصر من سبب اضافة البيبريزين رينج على Position Number 7 اهمها انه الشكل الشكل هيك بصير اكثر واكثر مشابه للشكل الخاص بالجابا فبتخلي المركب بيرتبط مع الجابا الموجودة في central nervous system هاي الارتباط رح يؤدي اذا حصول صنيعا ال side effect رح نحكي عنها لاحقا ما هيك طبعا اضافة هاي حسنات activity against او spectrum against ground negative bacteria طبعا رح نحكي كيف تم حل هاي المشكلة بانه تم اضافة مجموعات alkyl group على البيبريزين رينج خففت من التشابه بينه وبين الجابا خففت من ارتباطه مع الجابا ريسيبتر وخفت side effect اللي صابت cns عن اضافة البيبريزين رينج طبعا في عنا شغلة ثانية رح نستفيد منها بسبب اضافة الاضافة على Carbon Number 7 لما حطينا CH3 هون اللي هي مجموعة لاحقا ما حين نضيف ديماثل على الوزيشنين هنخلي المركب الناتج سيكون بلكي لما خلي في عنا بلكي سيكون سيكون لدينا بلكي سيكون لدينا بكتيريا ايفلكس اللي هي واحدة من مكانزم أوف اه الريزستنس الخاصة بالبكتيريا انه المركب المدخل على البكتيريا البكتيريا سيكون فالأديشن هاي خلت في عندنا مقاومة او اا تغلب على طريقة البكتيريا في مقاومة اليدراج الخاص فينا. نكمل حسب الاسمية للبوزيشن نمبر ايت. حسب ايش الموضاف هون ممكن تكون نايتوجين وممكن تكون كاربون. اذا كان كاربون احنا مكننا نحكي لكل الان. نايتوجين مكننا نحكي على المركبات اللي هي نافتو. اا 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 اهمية الادشن على الكاربون نمبر ايت اللي هي نمبر ايت انه رح يصير في عندنا اللي اضفنا هون فلور مثلا. الار ايت كانت فلور. هذا الشي رح يحسن الابزوبشن رح يحسن الهاف لايف لانه مركب صار مولايب وفلك. رح يصير المركب كمان مع حيكا. في عندنا مشكلة اساسية اللي هي الفوتو تكسيسيتي مرة ثانية. طبعا الفوتو تكسيسيتي تنتج بسبب انه الفلور الموجود بهذا المكان. وكمان موجود عن الوزيشن نمبر ست لانه اغلب الفلور ركويني الاو. لانه في عندنا مركبات الفلور ركويني المتجح حاليا. بصير في عندنا تنتين مجموعات الالكترون دوناتينج جروب. مجموعات الالكترون دوناتينج جروب هاي بتخلي في عندنا. استابيلايزنج لفرميشن اوف راديكال. الراديكال هي سبب الفوتو تكسيسيتي اللي رح يتأثر على الجلد بشكل اساسي. تخلي تعرض الجسم للجل للشعة الضوء تخلي الراديكال النشطة وتعمل تفاولات داخل الجسم بتأدي الى تحصول مشاكل للجلد. انهاء الكلام بالنسبة للبوزيشن بالاسيار بشكل عام. هسا بنبدأ فيهم واحد واحد. حكينا عن البوزيشن نمبر ون. البوزيشن نمبر ون راح يكون الكلام عنه عن النايتروجين الموجودة هون. والاضافات اللي تمت عليها. في عندنا مركب سيبرو فلوكسسين. سيبرو فلوكسسين تم اديشن اوف سايكلو بروبيل اللي هي ثلاث كاربونات حلاقية. في عندنا مركب ثاني هسا راح نحكي عنه بشكل جانبي غير عن موضوع البوزيشينات. وهو مركب الافلوكسسين. الافلوكسسين هو مركب رسمك. يعني هو مركب يحتوي على سبب انه في عندنا هون. طبعا في عندنا مشكلة انه هون صار في عندنا سايكل بتوين بوزيشن نمبر ايت وبوزيشن نمبر ون. هاي سايكلك قدت الى في عندنا في ناجم اه كمان اه كارلسنتر. هذا كارلسنتر خلي في عندنا خلته تصنيع اصعب. ما علينا من تصنيع خليناه احنا المهم مور اكتب. بس مشكلة الاساسية انه صار في هنا رسمك مكتشر. في عندنا اسل تركتر وفي عندنا ار تركتر بالنسبة للفلوكسسين. عشان يكون في عنده بوزيشن نمبر. اللي هي ممكن نعبر عنها بتعبير اخر عشان الاوبتيكالي. اه ليفو ديكسترو او فلوكسسين. اه طبعا عملوا دراسات وجدوا انه ليفو فلوكسسين اللي هو بيجي نيغاتيب. وهو كمان بيجي اس. بكون اه افضل من الديكسو فلوكسسين. ليفو فلوكسسين كان مور اكتب. تم استخراجه وتصنيعه بشكل منفصل. يكون بيور ليفو فلوكسسين. خلي هذا الشيء له سعر اعلى. مع هيك تأثير عالي. على نفس التركيز. يعني مثلا وكان في عدو ثلاثة ميلي جرام الاوب فلوكسسين. ثلاثة ميلي جرام اللي فلوكسسين. ثلاثة ميلي جرام اللي فلوكسسين. تأثيرهم اعلى من ثلاثة ميلي جرام. اه افففلوكسسين لانه الاوب فلوكسسين. اه في عنده ان اكتب بارت. اللي هو الار بارت. طبعا عملية هاي احنا نسميها كاريال سويتشينج. اللي هي ان بدل ما نعطي المريض رسمك ميلي جرام اللي هو فلوكسسين. راح نعطي لبيور اللي هو الليفو فلوكسسين. راح نكون متأكدين انه فقط الاكتب ايزو مرهول اللي نعطر للبانشان. فهذا الشيء بضمن تأثير اعلى واقوى. مع هيك راح يتطلب سعر اعلى للانتاج. وهذا الشيء بأثر على سعر الدواء الناتجي. نكمل الآن بالنسبةل البوزيشن نمبر 2. 3. 4 اللي هي الاماكن اللي حكينا التعديل عليها ممنوع. طبعا التعديل عليها ممنوع بسبب انها هي اساسية في ارتباط المركب مع البكتيريا. اللي هي عمل البكتيريال سبستريت كوملكس. اللي هي اصلا انحنا يرتبط المركب مكان توبو ايزو ماريز. الهدف اصلا يرتبط مكان توبو ايزو ماريز ويخرب شغله او يرتبط على توبو ايزو ماريز ويخرب شغله. نمبر 2 و 3 مهمة في البي باي باي اروماتيك بايندين او البي بايندين. وبالنسبةل نمبر 4 و 3 مهمات عشان الهايدروجين بايندين اللي هي الادشان اللي عليهم. ما في اضافات. من خاف لانه اي بلكي سبستيوشن راح تعمل انهيبشن للبايندين في الانتي ميكروبي الاكتيفتي. لانه هم مقاربين مكان ارتباط مركب دي انا اي. موزشن نمبر 3 و 4 مهمين مع انه في عنا مشكلة اللي هي بوزشن 3 مع 4 هاي اللي هي مركبات المجموعة الموجودة هون والاضافات اللي عليهم. اللي هي بنحكي احنا عن مجموعة دبل بنت او مع مجموعة سي دبل بنت او او اتش. هاي المجموعة هاي اللي راح تعمل اللي راح نحكي عنها في التوكسيسيتي. وسايد افكت الخاصة باللكون الان. مع حيك هذا الشي ما بنستطيع نستغني عنه. ما بنستطيع نبدله بنتحمل السايد افكت الموجود هون لانه بصير الشي عنا اذا اذا شناهم بصير المركب ان اكتب. حاولوا انه يخلوهم ثايوكسو او سالفوني جروب. مع حيك خسرنا كمان التأثير بالنسبة للبوزيشن نمبر فور اللي هي هاي المكان. حاولوا خلوه سالفون او خلوه ثايوكسي. مع حيك كمان. البوزيشن نمبر فايف حكينا على هميته اللي هي متعلقة بتخفيض تأثير الفلور اللي راح نضيفه اما على البوزيشن نمبر سكس او البوزيشن نمبر سكس زائد ايت. الإيديشن اللي خففناه هون من خلال إضافة الايكترون ووذي دروين جروب حيتعاكس شغل الايكترون تونيتيين جروب اللي بتعمل الفلورات. الفلور اللي موجود في الوزيشن نمبر 6 بشكل اساسي. في حال كان فينا في اللي فلور في الوزيشن نمبر 8. خلال انها تقلل الايكترون دونيتيجن يكون الايكترون وذي دروينج. بعدها بتخلي المركب مور ستيبل. وليس فوتوتوكسي. لدينا مركب أساسي واحد من أكثر المركبات للسفوتوتوكسيك اللي هو سباروفلوكسسين عنده الهدو موجودة هنا ولكن هناك حال ما كان عنده الهدو يعني في حال نحن كنا نتطلع على هذا المركب بدون الهدو كان سيكون فيه لدينا مركب يحتوي على مجموعتين الفلور مجموعتين الفلور اللي هون راح تخلوه The most toxic لأنه بيكون فيه عنده مجموعتين اللطن دوناتين جروب مجموعتين بيخلوه مركب يعمل كان سيكون من أعلى المركبات للفوتوتوكسيك لو لا وجود الهدو مركب ثاني هو ما في عنده مجموعة الهدو بهذا البوزيشين عنده تأثيرها قليل مقارنة بتأثير الهدو لأنه الهدو بتضل كمان فهذا الشي خلا في عندنا مشكلة اللي هي زادت الفوتوتوكسيسيك الناجمة عن وجود الفلور اللي موجوده هون ما في اشي منعها فهذا المركب بسبب فوتوتوكسيسيدي حتى بنحكينا اشياء تانية في النسبة للبوزيشن نمبر 5 انه احنا منعدل فيها منقلل تأثير الفلورات نحن نضفنا فلور اصلا نحن منضيف الفلور هون عشان نزيد الابسوربشن وانه بزيد كمان الانتي ميكروبيل اكتيفتي ما هيك الاشكالي اللي صارت انه هذا المركب هو الالكترون ايضا وهذه الالكترون ايضا تسبب في لنا اشياء ثم الانه لو ما كنت موجودة كان المركب توكسيك وكان اصدر في لنا الالكترون ايضا كان كل المركب عبارة لكتم دونيتين وهذا الشيء خلا في عنده مشكلة نقطع تعليقات ثانية بالنسبة للسبب للإضافة النج tool أو OH أو CH3 أنه مبارسين المركب مبارسين المركب مبارسين المركب في عنا تعليقات ثانية أنه يجب أن يكون الإضافة بلكي لأنه إذا كانت بلكي يتأثر على الـ خاصة أنه فيه دبل بوند أو هاي قريبة منه إليها ارتباط ايدروجين بوند بالنسبة للمجموعات النج tool أو CH3 و CH3 هي مجموعة صغيرة أما مجموعة الميتوكسي فيه مجموعة مبلكي جروب ستعمل تعمل تعمل طريقات ثانية عن مجموعة مجموعة ببارسين هذا بعيدا من موضوع مجموعة نحن ببارسين المركب ببارسين المركب ببارسين المركب ممكن نضيف عليه مجموعة CH3 لكي نشيل الخاصة بالجابة بالنسبة للنج tool سبب أنها إليكترون ستعطي عكس السهم إلى الخارج يجعل هذه المشموعة تسحب إلكترونات من Cyclic System أمور إضافية حكينا أننا في حنة CH3 و CH3 حكينا عش فائدتها اللي هي بتخفف في الخاصة بالبارسين تأسي عن أي شغلة ثانية أنه CH3 وهي كمان CH3 وهون وهون حكينا أنهم بعملوا تقليل لعملية الإفلاكس اللي بيحصل كرزيستنس من البكتيريا نكمل سبب نسبة ل position number 6 لذلك كان الإضافة الأساسية عليه فلور و إضافة فلور سيزيد في حال نضيف position number 6 NH2 فهي رح تحتاج إضافة ثانية يعني مش بس NH2 لازم نيجي NH2 مع شيء ثاني عندما نضيف نضيف position number 6 و وضفنا على position number 8 CH3 هذا الشيء سيزيد الاكتيفتي لو وضفنا على carbon number 6 NH2 carbon number 7 tetra hydro ايزوكوينيلون سيزيد البوتنسي بشكل أكثر مئة مرة من سيبرو فلوكساسين ما حيك هذا الشيء يعني نضيف فلور بشكل أقوى أقل أهمية من إضاف فلور يعني بالنسبة position number 7 وهي بالعادية نضيف aminopyrulidine أو pebrexine ring هذه المركبات لتتكوين لأن NH2 الموجودة عليهم جول جسم فالanyplus سيزيد الزويتر مع السيدة OO منس فالزويتر الزويتر الزويتر هذا يزيد تأثيرهم على الزويتر الزويتر بالنسبة للببراسين أنه يصبح مشابه للجابة هذا الشبه يجعله يعمل سايد افكت حكينا حل هذه المشكلة اللي هي إضافة مجموعات أو مثل 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 بالكيري جروب على position نعدل على إضافات أكبر تجعله مقاومة لعملية الإفلاكس التي تعملها البكتيريا لتعمل للكونيلون نقاوم من خلالها عملية نتغلب الزويتر تحتوي على نيتروجين أو كاربون إذا كانت نيتروجين يتغير اسم البيس كاربون للكونيلون في حالة نحن حاولنا نضيف عليها F فلور أو كلور سيحسن على تأثيرها ضد و حسن كمان الأورال الاشكالية ستزيد الفوتوتوكسوسيتي لو عملنا مثلا زدنا الحجم عملنا حجم كبير مثل الاثل وما بعدها هذا سيؤثر على الاكتيفتي يعني ستضع عمل لأنه مركب يصير بلقي فما رح يستطيع أنه يدخل مثلا مثل الآن مستطيع نحط عليه بلقي نفس الشي يعني تأثير البلقي على موجود كما في تأثير البلقي على بالنسبة بالنسبة دائما رح يكون مربوط مع بشغلة تانية إنه لو أضفنا فلور رح يكون في عنا مور فوتوتوكسيسيتي لو أضفنا على كارب نمبر فايف رح نحل مشكلة فوتوتوكسيسيتي في حال أضفنا تنتيري الفلور وبعطينا أقل مركب ممكن يعطي فوتوتوكسيسيتي ويكون مركب بنفس الوقت أحسن بلصاص وتأثير على نقطة هاي انه رح يحسن في عنا نقطة نقطة أساسية كمان نقطة جديدة لو أضفنا بدل كاربون عفوا لما حطينا كاربون بدل نايتروجين أو إضافتنا لتالك ثلاثة ممكن نقلل من خلال انه منضيف بلقي جروب على بلسجين نمبر سبن يعني كيف نقلل الوزسنس تاعت البكتيريا منحافظ على الكاربون على بلسجين نمبر ايت أو انه منضيف ثلاثة على الكاربون نمبر ايت زائد انه منخلي الآخر من كاربون نمبر سبن بلقي حكينا عن الهاتفو هاي خلتها المركب آمن والمجموعات الثلاثة الموجودة هون خلت هذا المركب أقل السيان اسدوكسيتي عندنا هذا المركب عنده مئة بالمئة يعني مركب معمول له بالكير في عنده هون دابل بونت او كل اشي هاي واحدة من ميزات للسينثيتيك انك تقدر تحكم انه كون ابزوربت وبنفس الوقت انه لما يروح يوصل اليوناني تراك تكون اكتب نعمل ريفيو اعادة اللي كان موجود في الاس اي ار حكينا انه ان الان اجتو في الوزيشن نمبر فائفي احسن اشي عشان نتخفف السايد افكت من الفلور الموجود على الوزيشن نمبر سيكس عشان نمبر ايت في حال اضفنا فلور او كلور رح نزيد الفيورتوكسيتي بس منزيد كمان عفوا نزيد الفيورتوكسيتي نعم و بس منزيد الامتصاص حكينا بنحل المشكلة بانه ننضيف الان اجتو على عشان نمبر فائيف بسيشن نمبر سفن حكينا انه نضيف على بيبرزين رينج حكينا مشكلة ممكن يعمل ام فبسبب سايد افكت وحللنا المشكلة بان نضيف سياتي تري بسجن نمبر ون حكينا انه له علاقة في الانتر اكشن فعشان كمان منحاول ما نحطش عليه بالكي جروب حط عليه ايزو بروبيل او مجموعات الكيلة صغيرة بحسن الامتصاص بسجن نمبر تو ما فيها سايد افكت بس كمان هي مهمة في عملية الارتباط فما نفصل نعدل عليها نمبر ثري وفور يعملون سايد افكت اللي هو الميتال البايندين اللي بتعمل الكيلةشن مع الانترسيد والميكح وديفيننت بشكل عام وثريفيننت كتيون اللي هي ايونات المعادن حكينا انه ما منسطين نعدل عليهم لانهم كمان مهمين للارتباط من خلال هيدروجين بوند او من خلال الدبل بوند اللي بتعمل باي باي سيستم حسنا بنبدأ في السايد افكت اللي تتعلق في الكنيلون رح نحكي عنها في الفيديو الجاي حكينا في الفيديو هذا عن الاس اي ار فيديو الجاي عن الريزيستنس وعن التوكسيسيتي وعن المعلومات عن المركبات وايش كل واحد مطلوب منه لحد هون الكلام ومنفقين ان شاء الله ان شاء الله يكون الكلام مفهوم هون اللي بنفسه